تعتبر إشكالية توفير استوانات الأكسجين للمركز بعد حادثة انفجار محطة الأكسجين الوحيدة في المحافظة أحد الصعوبات التي واجهت لجنة الطوارئ فعادة يتم إنشاء محطة خاصة بكل مستشفى ناهيك أنها تكون غير متوفرة مديرية عتق عانى من الأكسجين معانا قير عادية في الجائحة الثانية التي بدأت قبل ثلاثة شهر لدرجة أننا لم نجد دبة واحدة فضل الله بجهود المكتب الصحة وبجهود المحافظة الله بارك فيهم وبجهود أيضا أهل الخير والشركات التي ما غصرت دعموا مركز العزل بما فيه أشياء الكثير من الأكسجين نتمنى مركز العزل إن شاء الله أن يستمر على ما هو عليه وأن يتطور إلى ما هو أفضل وأكثر خدمة للمواطن إن شاء الله وبجهود من السلطة المحلية وشركة النفط وبعض الداعمين تم تزويد مركز العزل بإسطوانات الأكسجين لتدارك الموقف أيضا أقرت لجنة الطوارئ جراءات احترازية لتقليل احتمالية انتقال الفيروس ولتخفيف الضغط على مركز العزل الذي وصل وقت ذروته إلى 37 حالة أما حاليا يوجد في المركز عشر حالات في انخفاض النسبية كما صرح أحد أطباء المركز بالنسبة لمركز العزل لدينا قدرة استيعابية لحوالي أكثر من 40 مريض مجهزة بالأكسجين وبأدوات خاصة للحالات التي تحتاج أكثر من أكسجين لدينا بعض المشاكل طبعا وكذلك لدينا بعض النواقص طبعا عندنا مشكلة حدثت مؤخرا في تاريخ واحد رمضان هي انفجار مصنع الأكسجين هذا عمل لنا شوية نقص بالأكسجين لكن الحمد لله بتعاون وبتعاون مع أفضلات أخرى تم استيراد كميات كبيرة من الأكسجين وطبعا موضوع الأكسجين هذا دائما يكون فيه نقص لكن الأمور بشكل عام يعتبر أفضل من كثير من المحاوظات الأخرى في الوقت الذي يستمر به المرض بإزهاق الأرواح أصبح الشباة الآن تتمتع بالقدرة على حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بعد وصول كميات مناسبة لجرعة اللقاح إلى المحافظة هذه الخطوة ستحد من انتشار الفيروس فاللقاح هنا متوفر للجميع دون استثناء لا تزال الجائحة مستمرة ولا يزال الوضع الوبائي في انتشار من جميع المديريات رغم الجهود التي يبدلها مكتب الصحة في المحافظة لكن يبقى وعي المواطن بأهمية أخذ جرعة اللقاح هو الأمل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها عبدالغني خسرو في يمن شباب شبوة